لا يوجد مكان آمن في اليمن يمكن فيه للصحافة أن تتحدث بدون قيود ويستطوع فيه الصحفي أن يتحرك بدون ملاحقات هذا ما أكدته لجنة دولية تعنى بحماية الصحفيين في العالم والتي كشفت في تقرير لها عن وسائل التضييق على حرية الكلمة والصحفيين من صنعاء إلى عدن وفق لجنة حماية الصحفيين الدولية فإن عدن ومناطق جنوبية التي كانت آمنة في وقت ما يتعرض الصحفيين فيها إلى هجوم ومضايقة من قبل ما أسماه تقرير اللجنة بميليشيات مدعومة من الإمارات انتقاد دول التحالف أضحت تهمة يحاكم عليها الصحفيون حيث وثقت اللجة الدولية قيام الحزام الأمني باختطاف سبعة من موظفي صحيفة أخبار اليوم بينما اعتقلت النخبة الحضرمية الصحفي عوض كشميم ثم أطلقته بعد حرمانه من الكتابة المكلفون بالتقطية الإخبارية في المناطق المحررة يعانون كما تقول اللجنة من صعوبة في نشر تقارير تتعلق بتورط ميليشيات تابعة لدول التحالف في ارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين ورصدت اللجنة الدولية في تقريرها التضييق على قناة الجزيرة في تعز ومنع قناة بلقيس عن التقطية الإخبارية في الساحل الغربي وصحفيين من الظهور في شاشتها ورغم أن لجنة حماية الصحفيين اتهمت في مقدمة تقريرها جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات واسعة إلا أنه كان من الملاحظ أن التقرير فصل بالأدلة في انتهاكات التحالف لكنه اكتفى بإشارة واحدة للحوثي لم تتجاوز السطر الواحد عندما تحدث عن عدم قدرة الصحفيين على العمل بأمان في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي